واجهت الناشطة الإيرانية الحقوقية والمسجونة في سجن إيفين نرجس محمدي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي وصفت فيها إسقاط النظام بأنه إرادة ومطلب الشعب الإيراني وقالت محمدي قالت إن شعبها يتطلع للنظام الذي يحمي حقوق الإنسان ويحارب الاستبداد ودعت الناشطة الحقوقية المسجونة إلى ضرورة تقديم دعم خاص للناشطات في إيران مشيرة إلى أن النظام بدأ في القمع واللعنف والقتل في مواجهة مطالب الشعب الإيراني